إذن ماذا يوجد لدينا هنا؟ لدينا مثلث ونعلم أن طول AC يساوي طول CB إذن هذا مثلث متساوي الساقين لديه ساقين يساوي عن بعضهم البعض ويخبروننا أيضا أن هذا الخط في الأعلى هنا دعوني أعطيه اسم آخر هناك دعوني أعطيه اسم آخر هناك فقط للتسلية لنسمي ذلك يمكنك أن تسمي هذا شعاع لأنه يبدأ بC فهذا الخط أو شعاع CD موازي للمقطع AB هنا وهذا مثيل للاهتمام ثم يعطونا هاتان الزاويتان هنا هاتان الزاويتان المتجاورتان يعطونا إياهما بدلالة X وما أريد عمله في هذا الفيديو هو محاولة إيجاد قيمة X وبما أنه معطى لنا أن هذا الخط وهذا الخط متوازيان نستطيع أن نحول هذا إلى الخط CD فهذا ليس مجرد شعاع بعد الآن فهو يستمر بالامتداد من كلا الاتجاهين حقيقة أنهم أعطونا أن هذا خط موازي يخبروننا أنه يمكننا أن نستخدم بعض ما نعرفه عن الخطوط المستعرضة والخطوط المتوازية لإيجاد بعض الزاوية هنا وربما تدرك أن هذا الخط دعوني أعمله بلون أفضل ربما تدرك أن الخط CB هو خط مستعرض لهذا الخطان المتوازيان دعوني أرسم كل الخطين المتوازيين بشكل أطول حتى تدرك أن هذا خط مستعرض وبالتالي العديد من الأشياء يمكن أن تظهر لديك هذه X زائد 10 هنا وزاويتها المتناظرة هي هذه بالأسفل هنا فهذه سوف تكون أيضا X زائد 10 وإذا كانت هذه X زائد 10 فلديك زاوية متقابلة بالرأس هنا سوف تكون أيضا X زائد 10 أو يمكنك القول أنه لديك زاوية داخلية متبادلة وهي أيضا سوف تكون متطابقة في كل الحالتين زاوية القاعدة هذه ستكون X زائد 10 حسنا هذا مثلث متساوي الساقين إذن زاوية القاعدة سوف تكونان متطابقتان فإذا كانت هذه X زائد 10 فهذه سوف تكون X زائد 10 والآن لدينا زاوية المثلث ثلاثة معبر عنها باقتران بدلالة X بالتالي عندما نأخذ مجموعةها سوف يكون 180 ونستطيع حل X إذن لدينا 2X زائد X زائد 10 سوف يكون 180 درجة وبالتالي نستطيع أن نجمع حدود X فلدينا 2X زائد X زائد X هذا يعطينا 4X 4X ولدينا أيضا 10 وزائد 10 أخرى هذا يعطينا زائد 20 يساوي 180 نستطيع طرح 20 من الجانبين ونحصل على 4X 4X يساوي 160 نقسم الجانبين على 4 ونحصل على X تساوي 40 وقد انتهينا فقد أوجدنا قيمة X ونستطيع إيجاد قيم هذه الزوايا إذا كانت هذه X زائد 10 فهذه ستكون 10 زائد 40 وهي 50 درجة هذه 2 ضرب X إذا 2 ضرب 40 هذه الزاوية ستكون 80 درجة هي لا تبدو كذلك من طريقة رسمي لها لذلك يجب أن تأخذ أي شيء يجب أن لا تفترض أي شيء اعتمادا على طريقة رسم الشكل إذا هذه هنا سوف تكون زاوية 80 درجة وبالتالي زاويتي القاعدة هنا سوف تكون أيضا 50 درجة إذا لديك 50 درجة و50 درجة و80 مجموعهما 180 درجة